اطلع على قصص حب محرمة بين آغاوات الحرملك وجواري السلاطين ناديم آغا وازبرج قصة حب مشهورة في الامبراطورية العثمانية حيث كان ناديم آغا خادما في الحرملك وازبرج دجارية للسلطان بدأت قصة حبهما في هذا المكان المحظور ورغم التحديات والمخاطر استمر حبهما على الرغم من تحديد مصير سبربكا زوجة للسلطان استمر حبهما والتقى ياسرا حتى النهاية مما جعل القصة تلهم العديد من الاعمال الفنية في ظل الظلم والجرائم التي ارتكبتها سلاطين الامبراطورية العثمانية نشأت قصص حب محرمة بين آغاوات الحرملك وجواري السلاطين رغم محاولات سلطة الامتلاك الجميع بوساطة قوانينها الظالمة الا ان الانسانية والقلوب رفضت الاستسلام قصة حب ناديم آغا وازبرج دج تمثل رمزا لهذه القصص حيث تجسد قوة العواطف والصمود امام القهر والقيود مؤكدة ان حب الانسان يظل حرا ولا يمكن امتلاكه حتى بواسطة اقوى الحكومات والقوانين الظالمة ناديم آغا طفل فقير في عهد الامبراطورية العثمانية وجد نفسه ضحية لسماسرة السلاطين الذين يبحثون عن خدم في الحرملك بعد خضوعه لاخصاء وتدريب قاس دخل القصور خلال حكم السلطان عبد الحميد الثان بفضل اخلاصه تميز ناديم آغا واصبح محظوظا برعاية السلطان نفسه مما جعله شخصا مرموقا في اروقة القصور العثمانية ناديم آغا تقدم في الحرملك واصبح مسؤولا عن استدعاء الجواري للسلطان كان يؤدي هذه المهمة بكفاءة وبرودة لا يهتم بدلال الجواري بسبب تاريخه الخاص في هذا السياق تم بيع فتاة جميلة تدعى سبرج بمبلغ باهظ ورغم ان اسعار الجواري كانت اقل الا ان جمال سبرج جعلها تستحق هذا المبلغ السلطان عبد الحميد الثاني اعجب بها ومنحها مكانة خاصة في القصور العثمانية في ليلة شتوية من عام 1897 انطلقت قصة حب بين ناديم آغا وجارية سمراء في قصر السلطان عبد الحميد الثان اثناء خدمته اليومية في جلب الجواري لاحظ ناديم جمال الجارية والعناية التي تلقتها شعر بفخر لفخر لتفوقها في الجمال على حريم السلطان وبدأت مشاعر الحب تنمو في قلبه خدمها بكل جهده ورغم اخضاعه للاخصاء الا ان مشاعره الانسانية لم تضيع حاول السلطان الثاني الحفاظ على هذا الحب الذي نشأ بين ناديم واسبرج درغم التحديات والقيات والقيود الاجتماعية سبرجد قادمة من زنجبار شاركت مع ناديم آغا قصة حياة مليئة بالحزن والصراع تعرضت للاعتداء والاختطاف ثم بعدت وبيعت في اسواق النخاسة التي كانت جزءا من سياسة الاسترقاق لدى سلطين الامبراطورية العثمانية تكونت علاقة عميقة بين ناديم آغا واسبرجد نتيجة لتجربتهم المشتركة للقهر والجوع في طفولتهما اصبحوا رفاقا في رحلتهم من البؤس والشقاء مما زاد من قوة روابط حبهم تزايد الظلم بين سلطين الامبراطورية العثمانية عندما طلبت سلطان عبد الحميد الثاني من ناديم آغا احضار حبيبته اسبرجد لقضاء ليلة معها تم فرض طقوس سلطانية عليها وعلى الرغم من حب ناديم آغا لها وجد نفسه مضطرا لتقديمها كهدية لشخص لا يهتم بشؤون النساء الا لرغباته الشخصية كان يعيش بشعور مخزن ومحطم فلا خيار لديه سوى الامتثال لأوامر السلطان أو التعرض للعقوبات القاسية وفقا للقوانين القاسية للامبراطورية في لحظة من الهمس والدموع اخبر ناديم آغا حبيبته اسبرجد بالموقف في الصعب الذي يواجهانه اندمجوا في حضن بعضهما البعض حيث بكى ناديم آغا بشدة عاشت اسبرجد تلك اللحظة بكل تفاصيلها حاولت تهدئته وتشجيعه على عدم الرضوخ للظلم والتمرد ضد الاستبداد ناديم آغا رفض بشجاعة تسليم حبيبته بالطريقة التي يرغب بها السلطان ابدى رفضه لان تصبح اسبرجد في احضان رجل اخر حتى وان كان ذلك يعني مواجهة العقوبات والمخاطر بجرأته هذه اظهر ناديم آغا ان لديه رجولة تتجاوز التصورات السلبية حوله نتيجة للاخصاء في حالة هيجان شديدة حاولت اسبرجد اقناع ناديم آغا بتراجع قراره محذرة من المصير المحتمل الذي هو الموت خلال الجدل تدخل زملائهم واحد زملاء ناديم آغا الذي اخبر السلطان بما حدث لكن زبرجد حاولت منعه حيث شعرت بانه قد يخونها بينما كان ناديم آغا يعتقد ان اسبرجد تحاول للهروب اطلق النار على زميله الآغا مما اسفر عن وقوعه قتيلا واستحالة من الفوضى والصراخ بينما كان السلطان عبد الحميد الثاني ينتظر وصول اسبرجد فوجئ بظهور ناديم آغا في غرفته حاملا مسدس وصارخا بانهم امروا بقتله سيطر الفزع على السلطان ولكنه استخدم ميزانية سريره للهروب من الوضع الخطير اغلق بابا سريعا سريعا ونجح في الهرب فيما بقي السلطان يواجه صدمة من هذا الهجوم الغير متوقع انتهت قصة ناديم آغا واسبرجد شكل مأساوي حيث تم قتل ناديم آغا بالشنق في ميدان عام ووجدوا اسبرجد قد شنقت نفسها لتنضم الى حبيبها في العالم الآخر تعكس هذه النهاية حقيقة القهر والظلم الذي تعرضوا له من قبل سلطين الامبراطورية العثمانية وتظهر قصوة الثقافة الاستبدادية واستغلال البشر رغم معاناتهما في الحياة تحققت امانهما بان يكونوا معا في العالم الآخر ترجمة نانسي قنقر